عمال مترقب قاعد بقى مستني بنفطر في رمضان مترقب ايه مترقب الازع مترقب الازع طبعا كان عنده تجربة سيئة في 67 جدا ومش مصدق البيانات اللي في الاول خد بالك من اتكلم في كده انت الحد البيان السادس انت كأنها تبدو وكأنها معارك كر وفر مش كأنك في انتصار فانت الحد ما فطرت يوم 6 اكتوبر انت مش عارف انك انتصارت بس شايف والله يبدو ان في حاجة حلوة لكن انت مش متأكد وفي نفس الوقت الغمامة السودة اللي كانت عندك من 67 ما خليك مش قادر تتثق بالبيان العسكري انه اكيد ان احنا انتصارنا خاصة انه بان مموه يعني فيه كمية من الزكاء والخداع انه مش حاسم ما بيقولكش ان احنا انتصارنا وعملنا كل حاجة ودلوقتي هم يعني بيلموا جرحهم من على الارض ما قلناش كده والرئيس الات كان منتظر ان احنا نحق اكبر انتصار ممكن فما نقولش ان احنا عبرنا قناة سويس اللي هو بقى البيان السابع اللي كانت ساعة 7 ونص مع عصرات العيشة عبرتتون المسلحة بالزبط اللي هو البيان الشهير بالزبط كده اذا ما كانش رقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا رقم سبع اذا رقم سبع فرقم سبع ساعة سبع ونص الناس عرفت ان احنا عبرت اللي هو بقى البيان بالصوت الرخيم العظيم ده ان احنا عبرنا قناة سويس على طول الجبهة فخدنا نفسنا الناس ابتدت بقى في اللحظة دي توزع الشرباط وترقص في الشارع وتوزع الحاجة الساعة يعني كل الاقاعات بتاعت الاحتفالات كانت بتحصل مظاهر اجتماعية مظاهر اجتماعية مع الوضع في الاعتبار ان انت انا عندي مسمى كده ليالي الحرب طول الوقت احنا نعرف اللي يالي البيضة ونعرف انواع اللي يالي اخرى لكن محدش يعرف اللي يالي الزرق ايه اللي يالي الزرق دي اللي يالي الزرقاء دي هي اللي يالي الحرب ليه لانك بتدهن كل حاجة ازرق الشبابيك الازاز لازم بقى ازرق الشبابيك لازم تبقى عشان غراط عشان غراط الفوانيس باعت العربية لازم تبقى ازرق فانت إنه بيعني إن إحنا عندنا مشكلة فجأة في مساء 6 أكتوبر تحول الأزرق ده ما هو لون السماء ولون البحر ابتدت الناس أنت شفت اللون بشكل مختلف بالضبط ابتدت الناس تحب اللون اللي كاب بتكرهه هو هو اللون وهي هي الناس اللي بتدهنه وهي هي الرملة اللي بتترص قدام البيوت عشان تمنع الشظايا إنها تدخل البيوت وهو هو القماش اللي بيغطي الإزاز عشان الإزاز ما تطيرش فيدخل يعور حد في البيت لكن كل التفاصيل دي بها فيها الخندق اللي كل الناس بتجري فيه بمجرد سماع صوت غارة كل الحاجات دي تحولت ليه فرحة ما بعد 9 ساعة ونص وبتدت الناس الإزاعة بقى ملتصقة ودنها بالإزاعة ابتدت الإزاعة على القهوة بقى اللي هي الجماهير الحاشدة خلي ولكنت بقى ما جبت نزع السافية جوري والحاجات دي بتقول لهم اهو الواقع هو مش مجرد بيان ده بيان عملي على المعلم ثق فيها وعلى السافية جوري الحقيقة هي فكرة نفسها كانت بتخضهم هناك ان انت ما أصرتش حد بالمستوى ده قبل كده ان انت قائد لواء عشان تأثيره دي مسألة صعبة جدا واللي عمل فيه كده جندي فبالتالي فهو حتى لما شاف الجندي اللي عمل فيه كده هو ادي له التحية مسألة انت متفوق جدا لان التفوق عندك بالمناسبة دي برضو تفصيلة مهمة كمواطن وكجندي التفوق متانش سلاح التفوق كان شخص الشخص ده بيعمل ليه في المعلم الشخص ده اللي هو قادر يتسلق ويطلع وفجأة الجندي النحيل م الحضور من منتجب المساق شخص ترجمة نانسي قنقر